عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية قبل زهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب عنهم نائب رئيس الحكومة ووزير التربية وخصصت الجلسة للبحث في حادث غرك الزورة كبالة شاطئ ترابلس والأوضاع الأمنية في البلاد وحضر جانبا من الجلسة قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد أنتوان كهوجي وقائد الكوات البحرية العقيد هيثم ضناوي في مستهل الجلسة طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الزورة ثم تقدم بالتعازي إلى ذويهم وتمنى الشفاء العاجل منهم على أمل معرفة مصير بقية الركاب الذين يجري البحث عنهم وقال الرئيس عون إنما حصل حادث آلمنا جميعا ولا بد من معالجته من مختلف النواحي وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرك الزورة وسط وجود روايات متضاربة عنها وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة كما لفت الرئيس عون إلى حصول حوادث أمنية أخرى في طرابلس وبيروت واعتداء على وزير الطاقة وليد فياد وكلها حوادث غير مكبولة ولا مبرر لها داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميكاتي فقال آلمت بطرابلس ومن خلالها كل لبنان فاجعة وطنية جراء غرق زورة كبالة شوات المدينة ما أدى إلى وفاة وفقدان العشرات من أبناء المدينة ومنطقتها في هذه المناسبة الأليمة أجدد التعزية لذوي الضحايا وأعبر عن تعاطف وتعاطف مجلس الوزراء من ذوي المفقودين وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل ترابلسي في الصميم ومن غير الجائز أخلاكيا وإنسانيا ووطنيا تحت وطأة الحزن والفاجعات حرف الأنظار بهذه القضية عن صياكها القانوني والقضاءي الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى النهاية التي تفضي إلى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل أضاف من موقعي فإنني أرفض إلقاء التهم جزافا قبل إنجاز التحقيق وأشدد على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيدا عن الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخاب الرخيص نحن سنتابع القضية وفق الأصول القضائية والأمنية ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا إلى ما حصل في عرض البحر إضافة إلى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب وأيضا في مطالبة الأجهزة الأمنية كافة بالتشدد في الأمن الوقائي لطلاف حصول أي كارثة ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وكيادته والتحقيقات التي ستقوم بها ونحن على ثقة بأنها حريصة على الحفاظ على سلامة أرواح اللبنانيين جميع اللبنانيين وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف وقال لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي وعلينا البحث في أسبابها وما إذا كان البعض منها مخططا له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن ومنها ما حصل في طرابلس والتدعيات التي جرت والتعدي على وزير الطاقة وإطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع وما حصل في عائشة بكار والدخول على المطاعم في وسط بيروت كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواكف حازمة تجاهها في هذه الجلسة بعد ذلك قدم العماد جوزيف عون ومدير المخابرات وقائد الكوات البحرية عرضا مفصلا معززا بالصور والوثائق حول ما حصل مع الزورك والمحاولات التي قامت بها الكوات البحرية لإنقاذ الركاب وبعد التداول كرر مجلس الوزراء الموافقة على أولا تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس وزراء الهيئة العليا للإغاثة على أساس القاعدة الاثنائي عشرية تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية الإنسانية النفسية للضحايا وذويهم الطلب من كيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص كما وطلبوا إليه تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات طوارئ الدولية يونيفر رابعا الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والأليات اللازمة لتعويم المركب الغارج خامسا تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الأسر الأكثر فكرا لتمكين أكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منها ستة تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية أسادة وزراء العدل والمالية شؤون تنمية الإدارية الداخلية والبلديات الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى سبعة الطلب إلى وزارتين الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل تمانية الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل الإعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافق المعنية وفقا للأصول وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة وفقا لما تفرده الكوانين والأنظمة المرعية الإجراء كما كرر المجلس الموافقة على طلب وزارة شؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الأهلية والدينية للعام 2022 إلى ذلك دان مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياد وطلب إلى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحكة الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم كذلك طلب مجلس الوزراء إلى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات تفضلوا معليك من سيجري التحقيق؟ القضاء أم المؤسسة العسكرية؟ ماذا عن وضع قائد الجيش نفسه والضباط المسؤولين اللي كانوا بالمناوبة عن هذه الحادثة بتصرف القضاء؟ هل سيتم التحقيق معهم؟ صحيح القضاء العسكري هو اللي حيتولد تحقيق بهذه الحادثة وقائد الجيش اليوم أكد أنه هو وكل إياد الجيش والعسكر بتصرف القضاء معليك كيف يمكن منع تكرار هذا السيناريو؟ وخصوصا أنه يعني في حديث على أنه بعض المراكب أيضا ربما عم تجهز حالها ببداية فصل الصيف لتكرار مثل هذا السيناريو ما هي الإجراءات التي تحدث عنها الجيش لمنع هذا السيناريو من تكراري؟ خصوصا أنه نحن على أبواب صيفية وعلى أبواب أزمة أكبر ربما على المستوى الاقتصادي اي طبعا حلقية الجيش بالإمكانيات الأليلة اللي عندها إياها عم تحاول تعمل كل شي بوسعة أنه تمنع هالأحداث يعني ما تفكروا أنه شغلة هيني وبسيطة فيه كمان أمر آخر أنه القضاء ما عم بتشدد مثل ما لازم وقتها عم بيعطقلوا المهربين وهيدي شغلة كمان اليوم بحث فيها انطلاعه من هذا الموضوع مع الوزير يعني ملاحقة المهربين أنه صاروا معروفين تقريبا فهمون عم بيكرروا فعلتهم طبعا عشان هيك أنه شو لازم يكون في طريق تعاطبهم؟ لأنه القضاء عم بتريخها معهم يعني أنا فهمت أنه أحد المهربين بهيدي الحادثة بالتحديد هو توقف وأفرج عنه بيعتقد بوقت كتير قليل يعني بوقت بوقت الأحكام لازم تكون هي متشددة معاليك تم عرض صور ووثائق خلال هذه الجلسة فينا نعرف أكتر على ما تضمنته هذه الصور؟ لا ما بفضل يعني لأنه القضاء لا حيتولى هالموضوع وبالحياة شغلي دقيقة كتير يعني من معالي الوزير هل اقتنعتم بالبراهين والأدلة والصور لقدم القائد الجيش؟ يعني أنت بنفسك اقتنعت بهيدا الشيء كليا أنا برجع بقول بدي يكون كتير دقيق بكل كلمة بقولها خلي القضاء هو يقرر بكل شيء نحنا شفنا ونحنا بنفهم وشفنا صور وشفنا فيديو ويت بس أنا بفضل أني ما علق على الموضوع معاليك أنا لسؤالي أنه ضحايا دايما من منطقة ترابلوس دايما هي الحصة؟ للأسف يعني للأسف يعني لأنه في فقر كتير في ترابلوس يعني أنا تقلق شغلي أنا ترابلوس مدينة عزيزة علي شخصيا ترابلوس هي عاصمة الشمال بس هي كمان بنفس الوقت أفقر مدينة على البحر الأبيض المتوسط يعني للأسف للأسف الناس الله يساعدها يعني إذا إذا الناس المرتحين عم يتعذبوا تكيف الفقرة مع الوزير بس عندك فكرة مجلس إنماء ترابلوس إن حكى عنه ضرورة إنشاءه أو مجلس إنماء الشمال إنه ما تكون تيبوله مصاري؟ لا بعد يعني اليوم يوم طرح الموضوع وأكيد أكيد بيتبلور بعدين يعني مع الوزير الموضوع الأمن بعيدا عن الحدث بترابلوس حكيت إنه كمان لازم يكون فيه تفعيل كان العالم يلي شفناهن بالفيديوهات عم يتعرضوا لناس قاعدين حدثة إن كان ضرب وزير الطاقة هل بتتخوفوا إنه هيدا الأمور تصير بوطيرة أكبر وأسرع؟ كمان هايك عم تطالبوا للأجهزة الأمنية يكون فيه بسط أكيد أكيد يعني هي جلسة اليوم عقدت لحدثان إذا بدك موضوع الزورة وموضوع الأوضاع الأمنية وبعدين ما تنسوا إنه إحنا جايين على انتخابات فكل الناس بتزيد على كل الناس يعني من مسؤولين ومرشحين وحتى ناخبين وللأسف يعني عنا مرحلة صعبة بس مفروض نطلع منا بخير وسلامة طب ما عليك يعني عطول عم يرجع الحديث عن خصوصا بالشارع عن إنه معقول ما يكون فيها هيك أحداث كرمال تأجيل الانتخابات أنا أنا ما بحث إنه فيه مؤامرة طويلة عارضة لتأجيل الانتخابات نحنا منقول بكل انتخابات من عيشها ونحنا كلنا عيشين انتخابات بيكون فيه دايما حوادث على البلد مقزوم إيه مقزوم يعني مكموش أمنيا لحديث هلأ طبعا مكموش أمنيا بفضل الأجهزة الأمنية وبفضل بفضل الجيش اللبناني يعني جلسي برجع بقول هي كانت مخصصة لإنه ينحل هيدا الموضوع تبوز سؤال التاني مع عليك فيه فيه دكتور ريشار خراط بعد ما في ولا أي تفاصيل اليوم ما حكينا بموضوع دكتور ريشار خراط بس هيدك المرة بمجلس وزارة انطرح الموضوع مع عليك الجهة الخارجية اللي بدأت تتولى بوسعات كبه إن كنت انتشله المركب من عمق 400 متر طبعا ينعرف الدربات إذا كانت بالبوز ولا على جنبه هل ممكن أن تساعد نفس هذه الجهات بعملية التحقيق؟ لا تحقيق بتقوم في المحكم اللبنانية وبشكل أساسي المحكمة العسكرية تقارير تقنية فينا ناخد تقارير تقنية يعني فيه موضوع عم بتقولي يعني طلب من وزير الدفاع ووزير الخارجية إنه يتم الاتصال بالدول الكبرى يلي حوالها حوالها البلد هوني تنقدر نسحب الزورة بس الموضوع ما بعرف إذا لازم نربطه بالتحقيق يعني لأنه التحقيق تحقيق بلش يعني لأنه فيه موقوف فيه موقوف ولا حيصير فيه موقوفين آخرين معالي الوزير تعتبر أنه التحقيق هو فقط بيقدر يمتص غضب الشارع بترابلس خصوصها شفنا الأهالي بعد الشيعة أدا فيه غضب وأدا فيه اتهام مباشر للجيش اللبناني أنا بدي أقول شغلي يعني الله يساعد أهل طرابلس والله يساعد اللبنانيين والله يساعد الفقرة ما حدا بيحب يكون محل حدا يعني ما حدا يعني تصور درجة اليأس إنه حدا يبيع يبيع كل شي عنده ويبيع فرش بيته ويبيع تياب ويبيع دهبيته ويبيع كل شي تيروح على على زورة ما بيعرف إذا فيه فوت فيه كيلومتر بالمي ويروح يموت هالموتة الله يساعد الناس التحقيق ما بعرف يعني بس إنه مفترض شوي تلج يتلج لقلوب بس أنا برجع بقل لك أنا على المستوى الإنسانة الله يساعد الناس الله يساعد الناس طبعا 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 هذا مجلس وزارة إليك بحكي بكل شي يعني حكي بكل شي يعني علاقة بالأمن يعني يعني للأسف 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 يعني أنه أنت عم بتقولي أنه ممكن يكون في جهات عم بتموّل أو شي هلا في انتخابات في مصريات كتير يعني أنتو بتعرفهم نو عم بلك يعني إذا بنورة سؤالي بس أنا بدي أقول شي كمان لوسائل الإعلام وهيدا شي أنا قلته ويمكن كمان شوي ينتقدوني على على وسائل التواصل الاجتماعي أنا أنا موضوع موضوع الضحايا وصور الضحايا هيدا شي يعني إنسانيا مش مقبول يعني مما كان بيحط صورة أي طفل بيحط صورة طفل عم بنزع عم بيوضع خيو بيحط هيدا شي عن جد الموضوع أخلاقي ولنه قانوني ولنه إعلامي ولنه شي أخلاقي وإنساني بليز نطلب من الأجهزة من وسائل الإعلام إنه وحتى حتى رواد التواصل الاجتماعي إنه ياخدوا هيدا الكلام يعني الاعتبار بكل محبة وبكل إنسانية وشكرا شكرا شكرا